لو كانت حسب 24 ساعة أنا أقول لك أعطي دقيقة دقيقة لهي 60 ثانية تعرف الدقيقة وماذا تفعل قادر تقول فيه دقيقة تقول هكذا استغفر الله استغفر الله مئة مرة دقيقة دقيقة يودي كون نقول لك ساعرني أطلت عليك بزاف ما شقة تتعب بزاف دقيقة تقول استغفر الله مئة مرة هذا يدير العقرب أضبط العقرب ونبدأ استغفر الله استغفر الله مئة فيه دقيقة الطريقة فيه اغتنام لا تغتنم عمرك تغتنم دقيقة وحدها برك توظفها في سبيل الله وفيه دقيقة قادرة تقول سبحان الله مئة مرة وفيه دقيقة تقول الحمد لله مئة مرة وفيه دقيقة تقول الله أكبر مئة مرة شيخ ماشي عشر دقيقة عشر دقيقة بزاف رأنا ننتعب 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 دقيقة دقيقة من عمرك تقول فيها استغفر الله وقالت من عائشة طوبة لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار في الصحيفة التاع يعني في الكتاب التاع يوم القيامة واش يلقى فيه يلقى فيه كثرة كثرة الاستغفار أدى عمرك هذا رأى محدود وضرب ربي الأجل وقصف فيه الأرزاق عز وجل فاغتنم أوقات هذا العمر ووظفها في ماذا وظفها في طاعة الله سبحانه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وأيما ساعة مرت على على ابن آدم ساعة مرت عليه لم يذكر فيها الله لم يصل فيها على رسول الله إلا هذه الساعة كانت عليه حصرة وترة وندامة يوم القيامة إذن أخي الكريم هكذا في هذه العجالة وهذه النصيحة وهي في سبيل الله خلي كل واحد فينا يغتنم أوقاته ويوظفها في طاعة الله سبحانه ويوجد هذا الطاعة يوجدها محصية ومكتوبة تنفعه يوم القيامة عند الله سبحانه تبارك وتعالى فلا تهدر الأوقات كإن وقت للأهل فلأهلك عليك حق جميل وكإن حق لأرحامك جميل وكإن حق لبدنك وحتى البصر كما في بعض الروايات ولعينيك عليك حق باش تنام وهذا الجسد كي يستريح أعطيت شيء من الوقت جميل وكإن حاجة عندها أوقات هي طاعتك لله عز وجل فإذا وفقت إذا وفقت مش تعطي حق الأهل تعطي حق نفسك وتعطي حق عينيك وتعطي حق أرحامك وكل واحد تعطي له حق 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 هذا الوقت الذي يبقى بينك وبين الله لا تهدره ما تضيعوش اغتنم هذا الوقت في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى والمجالس إذا ما جلست في مجلس ما فأكثر فيه من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وإذا رأيت الأمر في المجلس الأمر غير موافق للشريعة فيه فيه لغط فيه لغو فيه كذب فيه غيب فيه نميمة فقل سلام عليكم يا جماعة سامحوني أنا أنا مشغول ونقدش نقعد معاكم عندي واحد شغول رح نقضيه سلام عليكم لماذا؟ لأن ذلك المجلس الآن فيه الآثام وفيه وفيه الحرام فلا تقعد بعد الذكرى ما تقعدش معاهم وإذا تلست إنكم إذن مثلهم فالدرس هذا انتعى الجمعة هذا الدقائق هذه عشر الدقائق هذه أنا حدث لكم يعني كل واحد يشتهد في العمر هذا اللي قسمونه ورب بشي عيشوا يشتهد في الأوقات هذه يأخذ من هذه الأوقات ما ينفعه يوم القيامة في أوقات يذكر الله في أوقات يصلي في أوقات يقرأ القرآن في أوقات يطلب العلم في أوقات يستغفر الله في أوقات يدير عمل صالح في أوقات يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة تنفعه يوم القيامة لكن يهدر الوقت يضيعه يجي من القيامة يقول يا ليتني لكن ما ينفعه هذا قل يا لك فعلت يا لك قرأت يا ليتني أكثرت يا ليتني كذا لكن خلاص القيامة قامت ما في ثمة عمل إذا قامت قيامتنا ثم كين الجزاء ربي جزين على ما قدمنا في الأيام الخالية في الأيام الخالية هي أيام الدنيا ربي جزين على فعالنا إذا كانت الأعمال صالحة ربي جزين عليها بالخير وإذا كانت غير ذلك فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة فاغتنموا الأوقات وظفوها فيما ينفعكم فيما تعود عليكم بالخير والإنسان يستعذ بالله من العجز ومن الكسل ويشمر على يديه ويقبل على مولاه سبحانه تبارك وتعالى شوف أنا نقصلكم هذه القصة ونختملكم المزلس أنا أعرف ناس أعرفهم بحكم أنهم جيراني وزمالي وأصدقائي شوفهم الجمعة يغسلوا بكري يغسلوا الجمعة يغسلوا بكري ويلبسوا شباب ما شاء الله ويزينوا رواحهم ويخرجوا بكري من الدار يخرجوا التسعة العشرة وهم قاعدين بره يتحدثوا 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 ما يدخلوا حتى لوحدة للجامع ما رأيك هو ناضي بكري وقال أول حاجة اليوم جمعة ما كحتى كلام يغسل شي جميل ونقولوا عليه باللي رأي الدواجب من الواجبات يغسل وبعدين يأخذ لقاميس ما شاء الله بيض ومحدد ونقي الله يبارك وبعدين يأخذ هذا العطر يتلمس ويدير ويخرج يخرج يلقى هذا ويلقى هذا ويلقى هذا ويتحدث لهذا ويتحدث لهذا ويتحدث لهذا ويوقف منا ويوقف منا ما يقدرش يلعن شيطانه ويطلع للمسجد ولما تقرب 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 بالجمعة الجمعة الجمعة يبدأ في الخطوات هذوك يطلع للجمعة لكن كان بوسعه هذوك تلك سوية أو الأربعة سوية أعتع بره هذوك كان بوسعه كان غير شوية إيمان برك وعزيمة وصدق يطلع إلى بيت الله عز وجل يصلي النافع إلى يذكر الله يقرر القرآن حتى يخرج الإمام إذا خرج الإمام الملائكة اكتنون ملائكة رؤم هنا وملائكة هنا وملائكة هنا وملائكة هنا ورؤم عند الباب ورؤم يقيدوكم يقيدوا كل واحد فيكم رؤم قيدو الإنسا اللي ادخله هنا على ثمانية ورؤم قيدوا هذا اللي ادخل لأنا على الوحدة غير خمسة وهم لا ي repet إنه كيف والله لا ي� Vice وتحسبو الناس مراتبهم السواء عند الله ما هم السوا كين واحد شراب بقرة وصدقها واحد عنده حبة بيض كيف كيف واحد ده بقرة واحد ده جمل واحد ده كبش واحد جاجة واحد حبة بيض يستوون عند الله ما يستوون عند الله شيخانا دخلت على الثمانية ونصف للجامعة وانت جيت على الوحدة نستوي مثلا عند الله والله ما نستويه وتحبنا نكون السوا عند الله يوم القيامة ما نكون السوا يفضل ربي بناتنا باش بقلوبنا وأعمالنا أعمالنا الصالحة فالجمعة هذا العيد هذا ترى كيف حالة فمليح لواحد مؤمن خلال الكلام كيف تقوله لا تستنى بالليل الجامع كامل سيطبقه أغار في هذا الحساب انت ذك في المنبر تطلع ولا في الدرس ولا في المحاضرة كذا قال لا تستنى تقول ذك الجامع يخرجوا على قلبه رجل واحد رك غالط فيه حساب رك غالط فيه مئتين ألف مرة من هذا الجمع هذا سيخرجوا قيل قليلا برك قال والله من ابتداء من هذا الجمع أنا راني تايبا ربي وكاين واحد سمع وبعدين خلاص قال الله يجزال الله وخير وخلاص وانتهى الأمر ولذا الداعي ولا المدرس ولا الفقية هو ما يهديش الناس هو ما يهديش يهديهم لأن القلوب بتاعهم قلوبهم يجزون ما يشي بيدوه قلوبهم هذي بيد ربهم عز وجل وربهم جل وعلا يهدي من يشاء هو الإنسان يسبب للناس يذكر لهم أسباب يذكر لهم أمور وبعدين يمشي ولا ما يمشيش هذا بيد الله جل جلاله ترجمة نانسي قنقر